استقالت الحكومة التونسية تمهيدا للطريق أمام تسليم السلطة لإدارة انتقالية حسب الاتفاق مع حزاب المعارضة ويأتي هذا الإجراء في إطار تعهدات الحكومة التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ودفعا لمسار الانتقال السياسي في البلاد أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته وذلك في إطار خريطة الطريق الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في تونس بين حركة النهضة الحاكمة وحزاب المعارضة وكما كان متوقعا قدم العريض في مؤتبن صحفي رسميا استقالة الحكومة إلى الرئيس المنصف المرزوقي مشددا على التزامه بالعملية الانتقالية التي أقرها الحوار الوطني باستكمال انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات واختيار رئيسها وقد أفسح تشكيل الهيئة المجال أمام استقالة العريض واستبداله بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة وينتظر أن يعلن جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وسبق استقالة الحكومة إعلن العريض عن تعليق فرض ضرائب جديدة على وسائل النقل الخاص والمهني وذلك بعد أن شهدت بعض المناطق مواجهات بين المتظاهرين والشرطة وكان مئات المتظاهرين في ولاية القصرين ومدن أخرى هاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز الشرطة ومصرفا وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يصادق المجلس التأسيسي على مختلف فصول الدستور الجديد من جهة أخرى اجتمع المجلس الأعلى الأمن للنظر في الأوضاع الأمنية بعد أن تسببت قضية الإتاوات والضرائب التي أقارت الحكومة في احتجاجات واسعة بعدة مناطق وهو ما جعل حركة النهضة تدعو لمراجعة هذا القانون علماً وأن وزير المالية إلياس الفخفاخ ممثل حزب التكتل حليف النهضة كشف أن الحركة هي التي صوتت بالأغلبية على قانون الإتاوات